فماذا عن الجمهور؟ لهذه النقطة تحديداً ينضم إلينا من الدوحة موفد العربية ليت بزاري لمعرفة الأجواء بعد المباراة كيف هي الأجواء لديك ليت؟ نعم حنين تكلمتي قبل قليل قبل الفاصل عن السياحة والسفر ولكن هنا السفر رياضي فهذه الحافلات طبعاً نحن قرب ملعب المدينة التعليمية هنا في الدوحة التي شهدت المباراة بين بولندا والمنتخب السعودي ولكن هذه الحافلات خصصت لنقل المشجعين إلى مكان سكناهم إلى المطار إلى الموانئ التي توجد فيها البواخر فهذه الحافلة كما نشاهد مكتوب عليها كروز وهي البواخر التي يسكنها مشجع الفريق السعودي أو المنتخب السعودي دعيني فقط أستضيف الأستاذ علي موجود معنا ليكلمنا عن هذا الموضوع عن هذا المشروع المرسق بين الانتحاد الدولي للرياضة في السعودية وكذلك دولة قدر تفضل أهلا وسهلا عندها كمية باسات مشروع اسمها مقدام مجموعة باساتها تتنقل لتوفير كافة سبل الراحل الجمهور السعودي من مقرات الفعاليات وأماكن التجمعات منفل السلوى إلى المطار جميع الماكنة التي تتجمع فيها الجمهور السعودية توثير كافة سبل الراحل نعم وسوق واكف وغيرها هنا في الدوحة ولكن الذي حدث أن الكثير من المشجعين ليس هيك أستاذ علي ذهبوا عبر ركب المترو وذهبوا لمباراة يجب عليه مغادرة القطر منها توجب عليه أن يأتي إلى هذه الحافلات ولكن يعني أستاذ علي كيف تتعامل أو تتعاملون مع هذه النقطة أن الكثير من المشجعين ركبوا المترو وذهبوا إلى مناطق أخرى كيف يمكن أن تجميعهم مرة أخرى والركوب في هذه الحافلات ونقلهم إلى أماكن سكنهم أو مغادراتهم جميع الباصات من توفر في جميع الأماكن والآن الباصات التي لم تنتقلت تنتقل بإذن الله الآن إلى جميع المقرات بحيث أن المشجع يطلع من المقر ويحصل قدامه مشروع قدام بإذن الله باصات جميع نعم يعني حنين هذا ما يحصل وهنا إذا شاهدنا في الساحة الكثير من الباصات غادرت بقي هذه الحافلة التي ستنقل الركاب إذا عادوا إلى هذه المنطقة ملعب المدينة التعليمية أو Education City هنا في الدوحة لنقلها إلى أماكن أخرى هذا ما يحدث وانتهى الماتش وطبعا ننتظر غدا المباراة بين المغرب وطبعا التي تقام هنا في أحد الملاعب لا أذكر تماما أي ملعب ولكن في أحد الملاعب وسوف نوافيكم أكيد لمشاهدي العربية نعم هي مباراة المغرب جددات ما أطلعتنا عليه ليت بزاري هو ضمن الكثير من الترتيبات التي تم تهيئها للجمهور السعودي الذي يود أن يحضر هذه المباراة وأن يكون في قلب هذا الحدث الرياضي الكبير أشكرك جزيلا شكرا كنت معنا موفد العربية ليت بزاري شكرا جزيلا